القصف المكتف الذي صار على المدنيين وصار في المناطق السكانية هذا ما يدل إلا أن هذه ليس حرب فرد سيطرة فقط وإنما هي حرب إبادة إبادة لحاجة اسمها ترابلس لمن في ترابلس سواء كان ترابلسي سواء كان زنتاني سواء كان ترهوني سواء كان مصراتي سواء كان شرقاوي سواء هي حرب إبادة فقط ليس لها معنى إلا أنها تكون حرب إبادة طبعا القصف هدايا بتاع البارح هدايا شيء مريب ومرعب لكل العائلات يعتبر هو الأرهاب الصغار والكبار وفي كل المناطق لأنه قصف قوي وإحنا أمس في وسط ترابلس في شارع الجمهورية في المنصورة نسمع فيه قوي ما بالك فيه في سوك الجمعة أو ما بالك فيه 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 بوسليمة أو ما بالك فيه زوية الدهماني ناس ماتت مدنية منشآت مدنية دمرت مستشفيات الدمرت قاعد يعني مستمر والتواتر فيه تزايد اللي صار في ترابلس اليوم فعلا العدو نسموه بجذار العدو نزع جميع الأخلاقيات وجميع المحرمات الموضوع خطير أنا بيقول لأهلي في ترابلس ولكل الليبيين العالم كله أن مدينة بيعد سوكيانة أوزبانيوغا تقصد تحت القصف إذن قواعد الاستيباك بدت مفتوحة بالنسبة لنا ترجمة نانسي قنقر